لم يكتفي مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بتسريب كمية ضخمة من الوثائق قال إن مصدرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA حول أساليب تتبعها الوكالة في التجسس على أهدافها فبعد يومين من نشر الوثائق عرض أسانج المساعدة على الشركات التقنية لإطلاعها على وسائل تجسس الوكالة قررنا العمل معهم لمنحهم بعض الاطلاع الحصري على التفاصيل الفنية الإضافية التي لدينا حتى يتسنى تطوير عمليات الإصلاح وتنفيذها ليكون الناس في أمان عرض أسانج جاء بعد تسريبه معلومات حول برنامج مفترض يتيح للوكالة التجسس من خلال تلفزيون أو هاتف ذكي المديرة التنفيذية لمؤسسة الحدود الإلكترونية سينديكون نصحت الشركات بقبول عرض أسانج إذا عرض ويكيليكس على هذه الشركات الفرصة لإصلاح الثغرات الأمنية في أجهزتها فينبغي أن تأخذها لأن من يقدم لك هذه المعلومات ليس بأهمية فائدتها أو ما يمكن أن تحسنه في غضون ذلك اعتبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي آي أن مثل هذه التسريبات تهدف إلى تقويد قدرة أجهزة الاستخبارات على حماية أمريكا من الإرهابيين والخصوم الآخرين في حين رفض المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر التعليق على سؤال ما إذا كان الرئيس يؤيد ما قاله بعض الجمهوريين بأن أسانج ينبغي أن يسجن أعتقد أن الحكومة الأمريكية لديها موقف من جوليانا سانج في الماضي ولا أرى أن أي شيء تغير إنه خطر في الماضي وقوض أمنا الوطني وأعتقد أننا سنترك الموضوع لوزارة العد للمزيد من التعليق حول التصرف معه سبايسر أضف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن أنظمة وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية عافى عليها الزمن وبحاجة إلى تحديث وإلى حين تحديث هذه الأنظمة يبدو أن الجدل الذي أثارته هذه التسريبات في الأوسط الأمنية والتقنية لن يتوقف قريبا